السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة بكم الى فيديو جديد. وصلنا الى الصفحة 160 من كتاب الاسبكتن هوي الليربوخ. تقريبا يعني وصلنا الى اخر الكتاب. ظل تقريبا بحدود العشر صفحات. نحاول نخلص ان شاء الله في القريب العاجل. الصفحة بعنوان يعني مستقبلي ومستقبلا. يعني الكلام حول المستقبل. ما الذي يعني ينتمي الى بعضهم. قم بالتوصيل. طيب عندنا جمل معها ارقام وجمل معها حروف ابجدية. فبنا نوصل الجمل مع الحروف. راح حطوا مباشرة مع الحل. يعني يعني من لديه تدريب مهني. يعني حاط الحل سبارة فبكون الجواب يعني من لديه تدريب مهني كأنه بكون لديه فرص في المستقبل اكثر. اثنين. يعني انه يدمر مستقبله عندما يقوم بالغاء او بانهاء المدرسة. يمكن للمرء ان يكسب الكثير من النقود. اذا كان يمكن للمرء ان يلقي نظرة على المستقبل. اربعة. مانشه انشايدهمард هنغن دافون اب من القرارات تتعلق ب اي. اب زي نير ادر فانر تسو كنفت لقن؟. إذا كانت بينتم إلى المستقبل thermني okeuk political plan waste or less. 5 پوريكتين هنغان دي مشلیشت جيبلاند ويردن المشاريع التي يتم التخطيط لها بشكل سيء عن ك upbringing. ليس لديها مستقبل. ستة. كنت اذا كان المرء كانوا التنبؤ او رؤية المستقبل. ستة. الحل اني حاطوا صراحة اه. يعني يمكن المرء ان يتجنب الكثير من المشاكل. اوكي. سبعة يعني نحن متزوجان حديثا. سبعة سي. اه انا روزية. يعني ونعمل كانوا بمستقبل باهر. طيب هاي كان التمرين واحد اه. التمرين بي. يعني اختر جمل من او ثلاث جمل من التمرين السابق وقم بميناء جمل كاملة. التمرين اثنين اه بقولك. هون انزي دي اون فراغة استمع الى استطلاع الرأي. تسو فيلشة بيرزون باست فيلشة او زاغة. الى اي شخص يتم او ينسب التصريحة. يعني التصريحة التي تعمق قوله. كرويتسن زي ان قم بالتوصيل. عندنا اربعة شخص. اه شبين وثنين نسوان. او ثنتين نسوان عفوا. فبقوله. مثلا بقولك. هل تخطط للمستقبل? يعني انا اعتقد الكثير يحدث اه بشكل صدفة. صدفة يعني. وانا اقوم بالتخطيط بشكل عفوي. يعني عفوي. يعني لا يمكن للمرء التخطيط للمستقبل البعيد. لانا المرء بذاته يتغير. مرة ثانية. لانا المرء يتغير بشكل ذاتي. او لانا المرء ان تغير بشكل مختلف. يعني على الرغم من ان مضى كل شيء بشكل غير ما خطط له. به مع ذلك انا راضي. اه كان انه راضي انه خطط يعني فشو ما كانت النتيجة معدوش مشكلة. اربعة. اه كونكريت اه كونكريت اتسيلا يعني هل تقوم بتخطيط لكل شيء في الحياة أم تقوم بترك كل شيء للمصادفة أو تترك الأشياء كما هي قم بالرواية ثلاثة يعني نظرة إلى المستقبل في أي مجال سيتم تغيير الأشياء يعني سيتغير كثير من الأشياء في المستقبل قم بجمع الأفكار في القروبات وقم بالمقارنة سوقهم تحطين المستقبل في النص بعدين حطين في كريز متل مثلا يعني وسائل المواصلات أوقات العطلة التسوق المنتجات طيب هاي كانت صفحة مئة ستين خلنا نقوم في فيديو ونقاطهم للأخرى إذا أعجبكم الفيديو لتنسوي الإعجاب والإشراك في القناة شكرا وصفحا وبركاته شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر